أزمة الرعاية الصحية تضرب المستشفيات وتباطؤ بمعدل نمو القروض وإلى جانب فتح أبواب التعديلات القانونية اجتماعات طارئة تجمع شركات سويدية هذا الفيديو برعاية ليبا برود أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال خطوط الملكية الأردنية نحلق معا نايل إير شركة الطيران المصرية الرائدة كاملة الخدمات أهلا بكم تعني سويد من نقص حاد للعملين في المستشفى الأكاديمي في أوبسالة الأمر الذي يتسبب في تحميل فريق الرعاية الصحية ضغط عمل كبير وفي حديثي حول ذلك قالت الممرضة لويز سيلاندر توكلين أنه من أجل حل مشكلة القوى العاملة يطلب من العاملين العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد ومن جانبها قالت الممرضة المتخصصة في الرعاية الطبية الطارئة وعضو مجلس الإدارة لنقابة الرعاية الصحية في أوبسالة أنيكا هيمستروم هذه فترات طويلة بشكل لا يصدق يشعر المرء بالتعب والإرهاق الشديد بعد العمل لهذه الفترات الطويلة ويدفع هذا بالعمال لتقديم استقالتهم كما تؤكد إحدى الممرضات فيما اعتبر كاروك سعيد نائب مدير المستشفى كل موظف يغادر المستشفى لأسباب تتعلق ببيئة العمل بالموظف الفاشل أظهرت الأرقام الجديدة من المكتب المركزي للإحصاء السويدي أن معدل نمو القروض المنزلية يستمر في التباطئ وفي حزيران يونيو زادت القروض في المؤسسات المالية النقدية مثل البنوك بنسبة 1.1% على أساس سنوي في حين كانت زيادة في أيار مايو 1.5% وتشكل القروض العقرية 83% من إجمال القروض الممنوحة للأسر والقروض السهلاكية 6% وقد نمت القروض السهلاكية بنسبة 30 نقطة تعى وزير المساعدات والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل الشركات السويدية إلى اجتماع بعد التهديدات بمقاطعة المنتجات السويدية التي تلت الأحداث التي تضمنت حرق القرآن وفي حديثه لوكالة الأنباء السويدية التيتي قال فورسيل نحن نعلم أن هناك دولا وأطرافا ترغب في إلحاق الضرر بالسويد ومصالحها لذا دعوت عدة شركات سويدية تعمل في المناطق التي شهدت ردود فعل قوية ويرغب الوزير في معرفة كيف تنظر الشركات إلى الوضع الراهن فيما أضاف من الحيوي بالنسبة للسويد أن تتمتع شركاتنا بحرية الوصول إلى الأسواق العالمية وأن تكون قادرة على العمل على الصعيد المحلي وكان قد هدد وزير الاتصالات العراقي حيام الياسري بسحب ترخيص شركة إيركسون العملاقة في مجال الاتصالات للعمل في العراق لكن هذا التهديد تم سحبه بعد أن أعلنت إيركسون تنديدها لحرق القرآن وكان قد عقد الاجتماع الأول يوم أمس الخميس لكن الخطة تتضمن عقد عدة اجتماعات في المستقبل تجري الحكومة السويدية حالياً مراجعة لتشريع الحليب بخصوص حرق القرآن مع تفكير في الحاجة المحتملة لتعديلات قانونية تهدف لمنع مثل هذه الأفعال وفي حديثه حول الأمر اعتبر الحزب الليبرالي بقيادة يوهان بيرشون أن هذه المراجعة ضرورية في ظل الظروف الجديدة التي تواجهها سوين وفي تصريحات أدلى بها بعد اجتماع الحكومة يوم أمس أكد بيرشون الذي يشغل أيضاً منصب وزير سوق العمل والاندماج على ضرورة النظر في هذا القانون بعمق خاصة في حالة وجود تهديدات أمنية خطيرة تهدد السويد وأشار بيرشون إلى أن التشريع الحلي طبق في ظروف كانت مختلفة عن الوضع الحلي للبلاد وقال بخصوص ذلك أستطيع أن أقول بكل ثقة أن تشريع الحلي تم صياغته عندما كانت السويد في ظروف مختلفة لكننا اليوم نعيش في سويد جديدة كلياً